كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجراً من التجار كثير المال والمعاملات في البلاد قد ركب يوماً وخرج يطالب في بعض البلاد فاشتد عليه الحر فجلس تحت شجرة ووضع يده في مخبأه وأكل كسرة كانت معه وتمر فلما فرغ من أكل التمر رمى النواد وإذا هو بعفريت طويل القامة وبيده سيف دنى من ذلك التاجر وقال له قم حتى أقتلك مثلما قتلت ولدي فقال له التاجر كيف قتلت ولدك؟ قال له لما أكلت التمرت ورميت نواتها جاءت النواد في سطري ولدي فقضت عليه ومات من ساعته فقال التاجر للعفريت أهلم أيها العفريت أني علي يدين ولي مال كثير وأولاد وزوجة وعندي رهون فدعني أذهب إلى بيتي وأعطي كل ذي حق حقه ثم أعود إليك ولك علي عهد وميثاق أني أعود إليك فافعل بي ما تريد والله على ما أقول وكيل فاستوثق منه الجني وأطلقه فرجع إلى بلده وقضى جميع تعلقاته وأوصل الحقوق إلى أهلها وأعلم زوجته وأولاده بما جرى له فبكوا وكذلك جميع أهله ونسائه وأولاده وأوصى وقعد عندهم إلى تمام السنة ثم توجه وأخذ كفنه تحت إبطه وودع أهله وجيرانه وخرج رغما عن أنفه فأقام عليه العياض والصراخ فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة فبينما هو جالس يبكي على ما يحصل له وإذا بشيخ كبير قد أقبل عليه ومعه غزالة مسلسلة فسلم على ذلك التاجة وحياه وقال له ما سبب جلوسك في هذا المكان وأنت منفرد وهو مأوى الجن فأخبره التاجر بما جرى له مع ذلك العفريت وبسبب قعوده في هذا المكان فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال والله يا أخي ما دينك إلا دين عظيم وحكايتك عجيبة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر ثم إنه جلس بجانبه وقال والله يا أخي لا أبرح من عندك حتى أنظر ما يجري لك مع ذلك العفريت ثم إنه جلس عنده يتحدث معه فغشي على ذلك التاجر وحصل له الخوف والفزع والغم الشديد والفكر المزيد وصاحب الغزالة بجانبه وإذ بشيخ ثان قد أقبل عليهما ومعه كلبتان سلاقيتان من الكلاب السود فسألهما بعد السلام عليهما عن سبب جلوسهما في هذا المكان وهو مأول جان فأخبراه بالقصة من أولها إلى آخرها فلم يستقر به الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغل زرزورية فسلم عليهم وسألهم عن سبب جلوسهم في هذا المكان فأخبروه بالقصة من أولها إلى آخرها وليس في الإعادة إفادة وإذا بغبرة هاجت وزوبعة عظيمة قد أقبلت من وسط تلك البرية فانكشفت الغبر وإذا بذلك الجني وبيده سيف مسلول وعيونه ترمي بالشرر فأتاهم وجذب ذلك التاجر من بينهم وقال له قم حتى أقتلك مثلما قتلت ولدي وحشاشتك بدي فانتحب ذلك التاجر وبكى وأعلن ثلاثة الشيوخ بالبكاء والعويل والنحيب فانتبه منهم الشيخ الأول وهو صاحب الغزالة وقبل يد ذلك العفريت وقال له أيها الجني وتاج منوك الجان إذا حكيت لك حكاية مع هذه الغزالة ورأيتها عجيبة تهب لي ثلثة دمي هذا التاجر فقال نعم أيها الشيخ إذا أنت حكيت لي الحكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثلثة دمه فقال ذلك الشيخ الأول أعلم أيها العفريت أن هذه الغزالة هي بنت عمي ومن لحمي ودمي وكنت تزوجت بها وهي صغيرة السن وأقمت معها نحو ثلاثين سنة فلم أرزق منها بولد فأخذت لي سرية فرزقت منها بولد ذكر كأنه البدر إذا بدى بعينين مليحتين وحاجبين مزججين وأعضاء كاملة فكبور شيئاً فشيئاً إلى أن صار ابن خمس عشرة سنة فطرأت لي سفرة إلى بعض المدائن فسافرت بمجر عظيم وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمت السحرة والكهانة من صغرها فسحرت ذلك الولد عشلاً وسحرت أمه الجارية بقرة وسلمتهما إلى الراعي ثم جئت أنا بعد مدة طويلة من السفر فسألت عن ولدي وعن أمه فقالت لي جاريتك ماتت وابنك هرب ولم أعلم أين راح فجلست مدة سنة وأنا حزين القلب باك العين إلى أن جاء عيد الضحية فأرسلت إلى الراعي أن يخصني ببقرة سمينة فجاءني ببقرة سمينة وهي سريتي التي سحرتها تلك الغزالة فجمرت ذيابي وأخذت السكين بيدي وتهيأت لنبحها فصاحت وبكت بكاء شديداً فقمت عنها وأمرت ذلك الراعي بذبحها وسلخها فنبحها وسلخها فلم يجد فيها شحماً ولا لحماً غير جلد وعظم فندمت على ذبحها حيث لا ينفعني الندم وأعطيتها للراعي وقلت له ائتني بعجل سمين فأتاني بولدي المسحور عجلاً فلما رآني ذلك العجل قضى حبله وجاءني وتمرغ علي وولول وبكى فأخذتني الرأفة علي وقلت للراعي ائتني ببقرة ودع هذا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة